إذن الآن خلينا نتكلم عن العلاقة الأخرى اللي هي كيف تقوم بعمل Association بالفعل إنه تعمل Instance للكلاس من الكلاس آخر بعد إنه تعمل هذا الشيء بشكل يده ويمكن تستفاد من عمل Association ما بين الكلاس داخل الكلاس اللي إنت تريد تعمل إليه من داخل Association طيب الآن مثلا إذا أبدأ أستفاد من هذا السكور أعمل Instance من عنده وأبدأ أستفاد إنه أعطيه الخصاص لهذه الأمور فماذا خلنا نضيف كلاس جديد أوكي نقوم بإضافة كلاس جديد أسمي مثلا Class أسمي Main أو مثلا أسمي Run إنه ندعم Run على Application Multi أو يعني أستفاد من الكلاس هذي اللي موجودة أوكي طيب فالآن إيش رح أقل إلا أقل إلا أوكي يعدي Association من هذا الكلاس أوكي إلى هذا الكلاس أوكي فالآن أصبح عندك أصبح عندك إنه عمل لك Instance لهذا الكلاس داخل هذا الكلاس فلو تنقر عليه بهذا الشيء وتعمله View Code فإيش رح تلاحظ؟ رح تلاحظ الآتي إنه بالفعل داخل الكلاس عمل لك generate قال لك إنه أوكي public secure يعني فقط عمل لك Instance عليه ثم مع ذلك هذي إضافها لك بشكل إفتراضي هي عبارة عن GetUnset أوكي فأي علامة تلاحظها في الـ Diagram بهذا الشكل هذه دلالة إنه على إنه هو عامل Association لهذا الكلاس داخل هذا الكلاس هي نفس الوراثة لكن الوراثة تختلف إنه هذه عملية إيراث هذه Association لكن بالفعل هي كلها تعتبر عندك علاقات موسيقى موسيقى